اشتركوا في القناة اولى امس الثلاثاء السادس والعشرين من دسمبر كانوا الاول وسيرا على نهج هذه القناة المتواضعة والتي تعنى بتوطيق ما كتب عن موسيقى الخلود اليكم في هذه الكابسولة رسالة تنبعتها الى الفريد وهو في متواهور اخير الاستاذ محمود لطفي مستشار جمعية المؤلفين والملحنين ومحامي الموسيقى بل احد الاصدقاء المقرب منه جدا الذي كان محطة ثقته الكاملة كما نوهت اكثر من مرة وكانت الرسالة بمناسبة الذكرى الاولى لرحيله رحمه الله وغفر لنا ولا اخي فريد عام مضى وانت ايها الراحل الكبير الى جوار ربك هل حقيقة ذلك؟ نعم عام مضى مضى كالدهر عام مضى انحلت فيه هيئة المنتفعين بفريد الاطرش وتأسست عوضا عنها هيئة للمتاجرين بفريد الاطرش غريبة ولا تسأل يا اخي من هم فان معظمهم اعضاء هيئة المنتفعين حصلوا على اضوية هيئة المتاجرين عجيبة ولماذا عجيبة ولماذا غريبة؟ لن يدهشك ابدا ان هؤلاء واولائك من الوجوه المعروفة لك وعزائي انك لم تكن مخدوعا في اي فرض منهم ليتهم يعرفون هذه الحقيقة ارى وجهك قد علته سحبون من الحزن لا ولماذا؟ ان لك اخوة من اصحاب القلم وقفوا لهم بالمرصاد ولك من احبائك مرفع رايتك وقال للمتاجرين يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم عام مضى يا فريد رأيت فيه جمهورك الحبيب يتردد على مدفنك من كافة انحاء العالم العربي تسعدهم صورة بجوار النصب الذي يحمل اسمك وكانت قمة سعادتهم يوم ان نقل حفلة الربيع بجوار متواك الاخير وامتلأت ارجاء المكان بصوتك يشدو وروحك ترفرف عليهم والراحلة اسمهان تلقب في سعادة وفاء هذا الجمهور العظيم عام مضى يا فريد تحققت خلاله امنية عمرك بان يكون لك مصرح يحمل اسمك ويكمل رسالتك في الفن نعم قام هذا المصرح في كبد معهد الموسيقى العربية رمزا لكفاحك وخدماتك للفن وللموسيقى الشرقية اسسته قلوب مؤمنة بحبك وبفنك ولم يرسق اسمك به بقرار من اي مسؤول ولكن اسمك وضع عليه وكل حرف منه مضاء بحب الجماهير عام مضى يا فريد وخلاله اقتوج النقاد اسمك بلقب رائد في الغناء الشرقي واللحن الشرقي والسينما العربية ألا ترى معي أيها الأخ الحبيب أن الدنيا بخير أرك تقول إنك حزين لأن بعض الذئاب نهاشت من لحمك إني أرك تطمع في ما لم يحصل عليه نبي دعهم سيأكلون في بطونهم نارا وبعد قليل سيخرسون أخي فريد عام مضى وأنت بالنسبة لمن أحبوك لازلت الحبيب وبالنسبة لمن صادقك لازلت الصديق وبالنسبة لمن زاملك لازلت الزميل أما الذين منحتهم من حياتك ومالك وصحتك فأنت بالنسبة لهم اسم عابر في حياتهم قيمتك عندهم ما بقي بين يديك لينفقوه لا تحزن ولا تتململ في قبرك فهذا ليس بغريب وإلى لقاء يا أعز حبيب أخوك الذي لم تلده أمك محمود لطفي وبعد فبالطلب من الأستاذ محمود لطفي وافق مجلس إدارة جمعية معهد الموسيقى العربية الذي كان يشغل مبنى جميلا بشارع لامسيس في القاهرة على إنشاء مصرحين باسم فريد الأطرش ودفع الأستاذ محمود للمجلس 4000 جنيه لإعداده ولم يمضي عام على رحيل الموسيقى حتى تم افتتاحه في عهد وزير الثقافة الراحل يسبعي صادق الموسيقى والذي حضر شخصيا جنازته في حفلين فنيين كبير تبرعت بإحيائه الفنان الكبير الراحل فيزا أحمد وفرقة رضا بأمرين من وزير الثقافة وظل المسرح يحمل اسم فريد الأطرش حتى سنة 1988 وعلى إترقيدات بين وزارة الثقافة وإدارة الجمعية معهد الموسيقى العربية قام الفنان الراحل جلال الشرقاوي باستعجار المسرح من مجلس إدارة الجمعية والتكاب جريمة أخلاقية في حق الموسيقى الراحل إذ بادر إلى نزع اسم فريد الأطرش من على المسرح ووضع اسمه مكانه وهو اليوم يحمل اسم مسرح الفن تغمد الله موسيقى الأزمان الراحل فريد الأطرش برحمته الواسعة كما أسعدنا بفنها الراقي وغفر لنا ولاه وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإعجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء وتقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون